بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من يحكى أنا من التلفزيون المصري القناة الأولى بتشرف أن يكون موجود مع حضراتكم كل يوم سابت وبنستكمل هذا الأسبوع موضوعاتنا اللي بدأناها منذ عدة حلقات عن الحمل وكل ما يجب معرفته عن الحمل موضوعاتنا السابقة كانت متنوعة جدا 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 يعني فيها موضوعات كتيرة قوي قوي ممكن حضراتكم ترجعوا لها على وسائل التواصل في أي وقت وموضوعاتنا برضو النهاردة إن شاء الله تكون فيها إفادة كبيرة لحضراتكم موضوعنا الأول في حلقة النهاردة عن عنوان بيشغل زهن كل زوج وزوجة تقريبا لما بيعرفوا أن في حمل وهو كيفية حساب تاريخ الولادة المتوقع فيه ناس كتير ممكن تقول ده ما دي شغلة الطبيب طبعا شغلة الطبيب والطبيب هو اللي بيقول لحضراتكم وكل حاجة لكن فيه ناس كتيرة بيكونوا عايزين يعرفوا الحكاية دي لأسباب كتيرة قوي بعضها أنه يعني بعض الناس ما بيكونوش بيتابعوا الحمل مع طبيب واحد يعني ممكن يكونوا هيبدأوا متابعة الحمل بعد عدة شهور من الحمل بعد مثلا شهر التالت فيه ناس بتعمل كتير فيه ناس بتغير موعي يعني بتغير المتابعة يعني بدأت متابعة مع طبيب وتكمل المتابعة مع طبيب تاني وأحيانا الولادة بتكون مع طبيب تالت لأسباب مختلفة يعني ممكن الطبيب نفسه ما يكونش موجود أو ما يكون عنده التزام أو سفر أو ما إلى ذلك ممكن ناس يكونوا بيشتغلوا مع مثلا بيكونوا طبعا بيشتغلوا بياخدوا أجازات في فترة معانة من الحمل ممكن يكون في زوجات بيكونوا مرافقين لأزواجهم وأزواجهم دول مثلا بيسفروا فبيبقوا عايزين يعرفوا هل الولادة دي هتحصل وهم هنا ولا هتحصل خارج مصر وهكاس علشان كده بمجرد التأكد من حدوث الحمل بيكون السؤال التاني على طول اللي تسأله أي زوجة حامل هو أنا هولد أمتى يعني حضرتك حامل طب أنا هولد أمتى على طول يعني سؤال تلقائي وكأنه يعني سؤال واحد مقسم إلى قسمين والحقيقة أنه لغاية سنة 1800 ميلاديا كانت الأجوبة والحسابات اجتهادية تماما لغاية ما وضع عالم ألماني شهير اسمه نايجل ده كانت سنة 1800 تقويم لرحلة الحمل أساسه حساب فترة الحمل على اعتبار أنها عشر أشهر قمرية عشر أشهر قمرية مش أشهر عادية أو تسع شهور ميلاديا أو 280 يوم وده كله بدءا من اليوم الأول في تاريخ آخر دورة شهرية قبل انقطاع فاكرين لما قلتلكم في حلقاتنا في الأول خالص قلتلكم مهمة قوي أنك تكتبي عندك وتفضلي حفظة تاريخ بتاع أول يوم في آخر دورة شهرية جات قبل الحمل أول يوم في آخر دورة شهرية خلاص حساب التاريخ بقى الولادة المتوقع بيتعمل إزاي؟ على فكرة هو اسمه EDD أو Estimated Delivery Date له طرق كتير قوي يعني مثلا لو كانت الدورة الشهرية بتيجي كل 26 يوم مثلا يعني ممكن تضيفي اعتبارا من اليوم الأول لآخر دورة شهرية مدّة 9 شهور و 5 تيام دي طريقة ولو كانت الدورة الشهرية بتيجي مثلا كل 32 يوم مثلا برضو ممكن تضيفي برضو من أول يوم في آخر دورة الشهرية مدّة 9 شهور و 11 يوم دي طريقة بس ممكن معقدة شوية ممكن كمان تضيفي 40 أسبوع اعتبارا من أول يوم في تاريخ آخر دورة شهرية زي ما قلت لكم ممكن طرق كتيرة لكن قبل ما أقول لكم على طريقة سهلة وبيعتمدها معظم الأطباء الحياة في حساب تاريخ الولادة المتوقع عايز أقول لكم أنه مع تعدد الطرق الحسابية إلى أنه 50% بس من الزوجات الحوامل هم اللي بيولدوا في تاريخ الولادة المتوقع بتاعهم وده لأننا في معظم الأحيان ما بنكونش عارفين تاريخ الإخصاب عشان كده لازم تضيفي أسبوع سواء بالنقص أو الزيادة عن التاريخ اللي انت حسبتيه يعني هتلاقي الدكتور يقول لك التاريخ الفلاني بنزود أسبوع أو بنقص أسبوع وده عشان عدم معرفة يوم الإخصاب تحديد طيب إيه هي بقى الطريقة السهلة اللي المفروض نعرف بيها وهي مش بس طريقة سهلة هي الأقرب للدقة على فكرة يلا نركز بقى مع بعض تزودي أسبوع عن تاريخ أول يوم في آخر دورة شهرية هتزودي أسبوع عن تاريخ أول يوم في آخر دورة شهرية بعد كده تطرحي من التاريخ ده ثلاث شهور بعد كده تزودي سنة هنضرب مثل عملي لمزيد من التوضيح يعني مثلا لو كان أول يوم في تاريخ آخر دورة شهرية أنا بضرب مثل أهو كان مثلا واحد أربعة عشرين تلاتة وعشرين ده كان يعني آخر دورة شهرية ده كان أول يوم فيه كان يوم يا دكتور واحد أربعة عشرين تلاتة وعشرين أنا بضرب لكم مثل كل واحد دلوقتي يعمل المثل زي ما هو عايز بقى بناعنا على التاريخ بتاعه يعني كل واحدة ما حضرتكم تعمل أنا كان أول يوم في آخر دورة شهرية جات لي قبل الحمل واحد أربعة عشرين تلاتة وعشرين هقولك نضيف عليه أسبوع هيبقى التاريخ كام 8-4-20-23 اطرحي 13 يبقى كام 8-1 8 يناير يعني 20-23 زودي بقى سنة يبقى 8-21-24 يبقى أنت تاريخ الولادة المتوقع بتاعك 8-21-24 فهمتوا قصدي طبعا معظم الأطباء والطبيبات دلوقتي بيعتمدوا على الفحص بالموجات فوق الصوتية ومع نهاية الأسبوع الـ 12 من الحمل يعني بتبتدي أول حاجة أول موجات فوق الصوتية بتتعمل وده معاد أول فحص زي ما قلنا ساعتها ممكن حساب معاد الولادة المتوقع عن طريق بقى حساب العمر الجنيني اللي هو بيبقى 38 أسبوع العمر الجنيني 38 أسبوع عمر الحمل بيبقى 40 أسبوع خلوا بالكوا فيه فرق أسبوعين تمام كده الحكاية دي أنا عايز أقول لكم إنها مفيدة ومهمة ومبهجة ولطيفة وتقدري بناء عليها هتعرفي حاجات كتير أوي هتعرفي أنت هتولدي في الصيف ولا في الشتاء في الربيع ولا في الخريف مع إن دلوقتي كله بقى يعني يا صيف يا شتاء هتقدري تعرفي تقريبا هيبقى الولادة في شهر كام يعني من غير أي تدخلات في عمل الأطباء دي بتبقى معلومة حلوة كده بتقدري إنك تنظمي حياتك أنت وزوجك بناء عليها ودي حاجة كويسة أوي زي ما قلنا والمعلومة دي أنا برضو بقولها وبخصصها أوي لناس اللي مش فيه ناس يا جماعة يعني بتنقسم في متابعة الحمل فيه ناس أو ما تعرف إنها حمل تجري على الطبيب أو الطبيب على طول وفيه ناس تانية تقولك لا أنا هاروح له بقى من الرابع ولا الخامس ولا الكلام دا كلام كده دا كان أول موضوع عندنا النهاردة وهو عن حساب تاريخ الولادة المتوقع أو estimated date of delivery ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر